السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم نتطرق إلى كيفية كتابة قصة خيالية نعلم أن القصة الخيالية فيها ثلاث أجزاء المرحلة الابتدائية المرحلة النهائية إذن, la structure d'un compte se compose de trois parties la situation initiale, le déroulement des événements et la situation finale on utilise les articulateurs de logique pour définir chaque partie نستعميل أقروا بتلمنتقيا لي تحدد كل مرحلة من القصة ما هي الأقروا بتلمنتقيا قلنا il était une fois, un jour et depuis ce jour en général c'est ce qu'on utilise أولا, la situation initiale وهي تعتبر إذن بداية القصة وماذا تضم هذه la situation initiale ماذا نذكر فيها نذكر فيها زمن حدوث القصة شخصيات القصة مكان حدوث القصة وإمكانية وصف الشخصيات أو حالة عيشهم أي, par exemple نخوله هل الشر есть من يقبه؟ هل؟ هل يوجد مباً؟ هل يوجد من جيد؟ هل يوجد مبلاً؟ رحصلنا على الشارع وحالة عيشهما كانت كُلوه هزالة مباكهنا أي أنها كانت فقرة حالة عيشها Dans une situation initiale on doit citer le lieu où se passe l'histoire les personnages principaux وعندما نستطيع أن تكون هناك شخصيات جديدة لذلك في الحصول على الشخصيات الرئيسية التي ستكون في القصة وتبدأ القصة بستعمال أحد الروابط المنطقية التالية Alors, l'histoire أو la situation initiale commence par l'articulateur de logique suivant إذا القنا واحد فيهم في بداية فهو تجعن قل روز ستا كنت إنها قصة خيالية ثم ننتقل إلى ذكر يا إما شخصيات يا إما ما كان حدود القصة أي أننا نستطيع أن نقول شخصيات أولا ثم ما كان حدود القصة إذن، نستطيع أن نقول ما كان حدود القصة يا شخصيات Alors, puis on cite les personnages en premier أو bien le lieu وذلك بستعمال لنبارف أي أننا نستعمل، نستطيع أن نصرف الأفعال في الماضي المستمع الآن، لذكر الشخصيات نستعمل الفعل أبلية لنبارف لنبارف لذلك، لذلك، عندما تكون عدة شخصيات نقولوا، لكما بابا نقولوا، لليفة بابا وانا ماما ولا كي كون لوري وانا روى وانا عدة شخصيات إذن، لنقولوا ولأسماء تحوم لأنه جمع نقولو كي سألل لنبارفة بو إيل أو pluriel سألل وكيد كون شخصية واحدة فقط نقولو اسمها سألل لنبارفة بو إيل أو سنغلية ألل الآن لذكر ما كان نعيش إذن الشخصية كي ألل و كي ألل ألل و إيل ديماع كي ألل لنبارفة بو إيل كذلك هيئة شفية لكنه أرقبت كذلك حالة الحيث كان حقًا منطفنا مشكل براسي فالجvable كانت يترجم مكثرة و يصبح بى بابا وكاسم هنا شفتو بلي كين دي نان علي بابا و كاسيم alors سابلي A-I-E-N-T كاسيم اتي ان ريش مارشان هنا نقوم بي وصف شخصية كاسيم هنا وصف حالته parce كه الهو نصف ايدي ان شيء من جسمه ايدي ان هنا حالة عيشه سان مود د في un riche marchand grasse à sa femme et Ali Baba était un poor bus déchirant ايدي ان هنا ايضان نصف حالة Ali Baba يستعملنا لهم برريخ ايدي ان لهم برريخ ايدي ان لهم برريخ ايدي ان لهم برريخ انا كتذا كن الجوية وليس ورائحة و نقصد ما دائره وشيائح كن جوء من المجيث عن المشاهدة أل�ح كان فيه دقاء في بأرسmaalية قلوى وحصيب علي بابا وحصيب حصيب كان يدعى جيدا وريبابا كان مزيدا إذن ذات مرة في مدينة فارسية كان هناك شقيقان يدعان علي بابا وقاسم كان قاسم تاجرناني بفضل زوجته وكان علي بابا حضابا فقير سيتيارها إذن إذن ذات مرة في مدينة أحذب من قوت الجنسية شخصيا واحدة كل صباح يذهب للصيد مع إخواته وأخواته إذن هنا نذكر حالة فقط من حالات الماذا يفعل مع إخواته إذن لم نذكر وصف Lee الشخصية situation initial 3 إِلْيَ آفِيْتُ أُنْفُوَى نُؤْتِرَ الْاَرْتِقُلَةُ الْاَرْتِرَاكَ أَنْتِي دَرَاجْنُ كِي سَبَلَيْ سْبِيرُ إذن هنا تکربنا الشخصية وإسمه هنا شخصية واحدة إذن A-I-T يسأل سپيرو يل ويفي إل ويفي ايدي يل ويفي دنزان شاتو أبندن هنا مكين دالعيش سن كور اتت تو ويولي اتت يزي الله اتت بل إلن هون وصفنا الشخصية إلن سن كور إلن كان جسمه بينا فسا جي وعيو نوح إلن زرق إلن هون وصفنا الشخصية إذن فلاسيطيشيال ناركور إذن لطن إسم أشارسيا أين تاريش ونصفوها لكن هذا سيطاق أبليكتوى إذن لطن أسيطيشيال ناركور فيها سوما أنا لطنع أسيطيشيال 4 إذن لطنع أسيطيشيال ناركور إذن لطنع أسيطيشيال ناركور سيطيشيال ناركور إذن لطنع أم كأسيطيشيال ناركور إذن لطن حاسها إذن لطنع أسيطيشيال ناركور إسواء سوماazuje إذن إذن لطنع أم، يأذن لطنع أدفضن أنها لطنع أسايا إذن أصيطيشيال أحا Side tare قشيال، إذا أستنت رأيش دون جال لطنعة أساني قد يأذن إذن 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 لطنع أoli أحاسها قد كتوها كالا في سورال ايام موخسو دبا اذا هاد طفلة اولا ما عندها شوين تعيش اي انها تعيش في الطرقات وهذا كأنه مكان حدوث القصة وهنا انه والمنا في صفحة والمنا في طفلة ايامه حدوث قفى من الشيخ عنك كلا تيام الكه salية تتعديها والتعطة الى الثبز هنا ايضاً دقارنا حالة عيش هبهي الياتيمة وصفنا حالة عيشية ثمانات وصفحة الحالة ايشها ثمانة واصلت لحظة الاولادة ثمانة وبالتالي الى طفلة قالت الكه في طفلة في مشكلة وغلبية موسيقى 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 فهل هو الوقت ويقوله في الوقت ثم نحن نسالسل الهداث ثم نحن 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 نعلم ترجمة نانسي قنقر 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 الأحداث وهو منشط الأحداث إذن هناك شيء سيحدث حادثة ستحدث ستغير الأحداث الأولى الآن بالنسبة لتصريف الأفعال كيف نصريف هذه الأفعال عندما يكون هناك حوار كما لشفر دمسيو سوغان ومسيو سوغان كي كانوا يحكيوا بينهم on a utilisé premièrement ومسيو سوغان ونستعمل لحادثة في الحوار عندما يكون هناك حوار في قصة نستعمل للمسيو سوغان ومسيو سوغان لسى الأحداث القصيرة إذن ما نستعمل نستعمل لحادثة إذن نستعمل l'imparفة نستعمل للوصف أو لسى الأحداث الطويلة المادة par exemple نقول ل كي نقول ل إذا نشخف في منزل إذن هذا حادثة طويلة المادة لكن كي نقول ل اذا نستعمل لحادثة 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 لحادث قصير إذن نستعمل لحادثة composé الآن الأمتلا أنا هذا المثال نكمل قصة La petite orpheline un jour ألا رمكتري un homme pauvre qui lui demande un jour هنا بدأنا بلارتكولاتر de logique un jour ألا رمكتري حادث قصير إذن التقط ما تقعدش تلتقي وإنما حادث ينتهي بسورة إذن نستعمل لباسي كمпози ألا رمكتري un homme pauvre qui lui demande هنا وصفنا إذن في القصة نصف كثيرا نصف الشخصيات إذن هذا مهم dans un كنت إذن un homme pauvre qui lui demande هنا الان نحيوار نبدأ بلتير ونحطو دقيومي إذن ثم نبدأ في قول الهيوار دوني مو quelque chose أمانجي جه فان جه فبليس دائمنا لأ 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 جه وإذن وإذن عالمات التقيم وإذن جه لأ أمانجي أمانجي لأ أمانجي 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 وإذن وإذن سيكون ثم لأ سيكون سيكون أمانجي أمانجي أمو أمانجي أنجي pleuré de froid puis elle a offert son habit et juste au moment où elle était sans habit elle s'est retrouvée couverte de pièces d'or إذن انا pleuré انا وصفنا هذا le pauvre garçon alors on utilise quoi l'imparfait puis un autre articulateur de logique انا elle a offert حدث قصير elle était sans habit وصفنا إذن الورفلين إذن الترجمة في أحد الأيام قابلت رجل الفقير فطلب منها أعطني شيئا لأكله أنا جائع ثم أعطته قطعة الخبز وأكملت طريقها ثم قابلت فتى فقير كان يبكي من شدة البلد فأعرضت عليه معطفها وفقط عندما كانت بدون ملابس وجدت نفسها مغطات بالعديد من القطاع الدهبية ثم نكملوا قصة la vieille دام et la شèvre un jour un chat qui passait par là a bu tout le lait un jour نشوفو لارتكولاتر دي لوجيك هنا حدث طويل المدا qui passait ثم un chat qui passait par là a bu إذن شاربا حدث قصير tout le lait pour le punir elle lui a coupé sa queue et lui a dit إذن هنا la vieille دام ماذا فاق قصت إذن داي له وقالت له الآن هنا حيوار إذن انتره أشأل لقيمة je te rendrai ta queue si tu me rends mon lait إذن منا ج c'est la première personne du singulier منا c'est le futur لقيمة لن تعد له في الحين وإنما بعد أن يرجع لها أنا تُمَرَ منا c'est le présent منا بعد أن يُعِدَ لها الحليب الذي شريب alors le chat est parti chercher du lait pour avoir sa queue إذن هنا alors l'articulateur de logique passé composé articulateur de logique après plusieurs jours de recherche un laitier lui a dit d'aller voir la vache rousse qui habitait dans le près du voisin passé composé et imparfait إذن حدي قصة la vieille dame la situation initiale 4 حدي c'est le déroulement des événements تَحَ إذن حدي un jour un chat qui passait par là a bu tout le lait pour le punir elle lui a coupé sa queue et lui a dit je te renderai ta queue si tu me rends mon lait alors le chat est parti chercher du lait pour avoir sa queue après plusieurs jours de recherche un laitier lui a dit d'aller voir la vache rousse qui habita dans le près voisin إذن مع الترجمة qui qui laitier شرب قط مرة من هناك كل اللبن لمعاقبته قطعت ذيله وقالت له سأرجع لك ذيلك عندما ترجع الحليب لذلك ذهب القط باحثا عن بعض الحليب باسترجاع ذيله بعد عدة أيام من البحث قال له بائع الحليب الذهاب لرؤية البقرة الحمراء التي كانت تعيش في حقل الجيران ما هي نهاية القصة؟ وهي تعتبر في غالب الأحيان نهاية سعيدة وتبدأ بحضة هذا الروابط المنتقي عندما ترجع الحين ومن ذلك اليوم ومن ثم في الأخير لذلك عندما ترجع الحليب لذلك عندما ترجع الحليب إذن سعيدة وفي الغنة depuis ce jour ومن ثم نهاية القصة؟ ومن ثم نهاية القصة؟ إذن إلى أن يكون لديه ومن ثم نهاية القصة؟ أعطته الحليب إذن ثم نهاية القصة؟ ومن ثم نهاية القصة؟ الحليب فأحضره للمرأة العجوز التي أعدت له بدورها ذيلة إذن بهذا انتهينا من كيفية كتابة قصة أرجو أنكم فهمتم كيف نقوم بكتابة القصص هكذا إخوتي إلى الفيديو المقبل إن شاء